من الفلسفات أيضاً لما نزل له السلطان لبعض الناس يقول ربنا جل وعلا نهى عن أكل الربا فلو أخذت ربا وما أكلت فيه يجوز يأتي تأخذ ربا مثلاً تبني فيه تشتري تذاكر سفر تشتري سيارة لكن ما تأخذ ربا تشتري فيه طعام وتأكله تبهتهم كيف يقولون وهذا والله يعني واقع في ناس هكذا في ناس يأخذ الربا ويضع ماله فيه بنك ربوية ويأخذ فوائد فقيل له إذا قال لا والله ما أكل فيه أكل ما أكل أجدد العثاث اشتري تذاكر سفر بس أكل ما أكل وهذا مما وسوس عليه به الشيطان لأنه إذا كان الأكل محرم وهو من خصائص أخص خصائص الإنسان لمن لا يأكل يهلك فحرام أن تشتري فيه أكل وهو من خصائص الإنسان الحاجات الضرورية ما يجوز فكيف عاد تأخذ ربا وتبني فيه أو تغير الأساث أو إلى آخره إذا كان الأمر كذلك فيعني هذا لما نهى الله عن أكل أموال اليتامة فخذ من أموال اليتامة بس لا تشتري طعام لتأكله خذ من أموال اليتامة واشتري فيه سيارات يجوز ما فيه حد يقول هذا جائز هذا أخذت أموال اليتامة بالباطل سواء أكلت ولا شربت ولا سافرت ولا أثثت ولا ما يجوز هذا فبالعكس هذا الدليل على أنه إذا كان الأكل وهو من حاجة الإنسان الأساسية حرام أن يأكله بالربا أي أكل من أموال الربا ويأكل من أموال اليتامة فكيف عاد الحاجة ليست أساسية فهذا كله إيش مما يوسوس به الشيطان للناس حتى يحتالوا على محارم الله وأنا أذكر شيء بالشيء يذكر أن شخص ما توظف في جمعية تعاونية من باب المعرفة ووظفوه من غير يداهم يأكل أموال من الجمعية ومساهمين بعد يعني خصوهم كثيرين يوم القيامة يأكل أموالهم راتب من الجمعية تعاونية وهما يداهم فلما تغيرت يعني إدارة الجمعية أو سمهم هذولي العضاء الجدد سموهم ها أي جوع فأخذوا يعني يشوفوا الملفات وين الموظفين هذولي فلان وفلان وفلان رواتب كذا ما يداهمون فاتصلوا فيهم وإلا بهم الأعضاء اللي قبلهم نضبطينهم برواتب من غير دوام فقال لي واحد هذا حرام وميجوز يعني بيحنفنشك قال أنا والله الصدق عاد يعني أنا عارف أن هذا يعني مهم الضبوط يعني راتب أخذ لكن والله الصدق ما استعمل إلا أن أشتري فيه الزقاير بس شوف يعني يتأول أن أشتري أصلا الزقاير حرام فأشتري فيه الزقاير بس أدخم فيه هذا ما يجوز فالحيلة على محارم الله هذه يصير في الأثم أشد كما فعل بني إسرائيل قرية حاضرة البحر حرم الله عليهم صيد السبت فيوم السبت بالذات تأتي الحيتان بقية الأيام ما تأتي ابتلاء واختباء من الله فماذا فعلوا ما صبروا نصبوا شباكهم على حد التفاسير نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الحيتان في الشباك السبت والتغطوها يوم الأحد يعني ما صدنا نحن يوم السبت فلا عنهم الله ومسخهم قرد وخنازير لأنهم يحتالوا على محارم الله فإياك يا مسلم أن تحتال على محارم الله لأن يقع الإنسان في المعصية صراحة أهوى ما أقول يجوز لكن أهوى من أن يقع في المعصية بالحيلة على محارم الله كأنه يعامل الله عز وجل بأن الله لا يعلم ماذا يفعل هذا فهذا جمع بين أمرين اثنين بين أنه فعل المعصية وبينه استهان بأمر الله وشك بأن الله لا يعلم فيعامل كما يعامل الناس هذا لا يجوز فإياك يا مسلم من التحايل على محارم الله